وهني مثلاً describe إذا ما بهذه التنسيقات وأقدر أحفظها من خلال edit مثلاً عندي التراجع عندي أقدر أسوي قص و لازق و paste و paste a text مثلاً أقدر أجيب ناس من بره وأسوي إلى copy paste و select all أقدر الأختار insert مثلاً أقدر أحط link أقدر أضيف link وأقدر أضيف أقدر أضيف صورة اللي هني from هذه نحظة أن هني نقدر تنسيقات الخط مثلاً نفس الأدوات هذه هني الأدوات السريعة اللي نقدر نوصل لها بسرعة هي نفسها هني بها القائمة tab مثلاً أقدر أحط مثل الجدول مثل الجدول تكون و غيرها من الأدوات هني tools هذي الأشياء إذا نحن عرفنا الأساسيات في التنسيق هذا العنوان الأول إذا التنسيقات انتهينا منها بالشكل المناسب أما نضغط save إذا نحن نبيها أو نضغط X فأنا هي تروح describe إذا راح أحط save بس أضغط على save راح يختفي الأدوات لأن هذا النس صار موجود العنوان الفرعي مثلاً هني أنا محطة عنوانين اخترت نمط أن يكون عنوانين إذا العنوان الفرعي راح أختار check هني مثلاً راح أكتب أول شيء أسباب مثلاً نضغط هني أسباب العنف طبعاً هذا الموضوع مو أنا قاعد أصممه يعني فما راح تكون المواضيع مرتبة فهي مجرد تجربة أن نتعلم عليه مثلاً أسباب العنف نفس الطريقة نقدر ننسق مثل ما شفناه هني مرة ثانية نعيد مثلاً نختار الخط اللي إحنا نبيه والpoint size هني بضيف شغلان هني insert مثلاً نقدر نضيف صورة مثل ما قلنا ونقدر نضيف رابط مثلاً نضيف صورة ونشوف إذا نقدر أو لا مثلاً لحظة نضيف هنا مثلاً نضيف link لازم يكون لي لازم يكون في رابط هنا الرابط إما أكون أنا حافظت أكتبه أو أن أروح أو أن أروح حد صفحة بجوجل وأكتب صورة اللي أنا أبيها مثلاً خنجرب ونروح نفتح صفحة جديدة من جوجل راح نكتب جوجل صور راح نكتب مثلاً العوف ضد الأطفال نختار صورة مثلاً نضيف نفتح هذه الصورة الصفحة الرئيسية حق الصورة ناخد هذا الرابط اللي إحنا نحتاجه إذا إحنا سوينا لكوبي ورحنا البرنامج وسوينا لبست راح تنزل الصورة مثل ما هي إذا راح أضغط على كوبي أختار بكليك يمين أختار نسخ عندين أرجع إلى البرنامج هني أضيف الرابط راح أسوي لصق التصق عندي البرنامج text to display مثلاً أبي أكتب كلام نحظة كنترول زد تراجع عن هذه الخطوة أبي أكتب كلام مثلاً هني يعبر عن هذه الصورة مثلاً العنوان مثلاً العنوان مثلاً العنوان مو شرط إحنا نكتب هذه الأشياء بس نيو بيتج أضغط على كلمة أوكي نشوف هني شنو صار صار عندي كلمة العنوان ضد الأطفال اللي هي العنوان اللي سمينا فيه الصورة فصار عندي مثل الرابط هنزين؟ أقدر أضغط على الرابط صار عندي خط مثلاً صار عندي خط أو الكلمة تحتها خط لأنها صارت مثل الرابط دعنا ندق سيف ونشوف شنو يصير ضغطنا على سيف نشوف هني صار مثل الرابط إذا ضغطنا عليها تفتح لي على الصورة مباشرة إذا نرجع هني شون ضفنا صورة مثلاً وسميناها بحيث نرابط مثلاً أو اضغط إذا نحن نبي نغير إذا نحن نبي نغير هذه الكلمة مثلاً اضغط هنا بدال العنوان ضد الأطفال اضغط هنا أو شاهد الصورة نشوف هني إنه قبل كل ما صار شاهد الصورة إذا إذا نسوي تسيف إذا نسوي تسيف إذا نسوي تسيف نسكر البرامج إذا نسوي نسيف راح تفتح لي شاهد الصورة مثلاً هني بالضغط عليها راح تفتح راح تفتح لي على الصورة مباشرة مثل ما شفنا هذا صار بالتاب 1 إذا ضفنا عنوان رئيسي العنف ضد الأطفال وضفنا عنوان فرعي أقدر أغير اسم مثلاً أقدر أغير اسم التاب العنوان الرئيسي حق الموضوع مثلاً لأن إذا ضغطنا على هذه الصفحة راح تطلع لي إذا ضغطنا على التاب 1 راح تطلع ليها الصفحة فلازم يكون الاسم مناسب إلى الموضوع الذي يحتوي هذا العنوان مثلاً راح أكتب أيضاً العنف ضد الأطفال نشوف هنا إنه صار اسم التاب العنف سكر هذه القائمة نشوف إنه هني صار العنف ضد الأطفال إذا رحنا حق تاب 2 مثلاً سكر هذه القائمة إذا رحنا حق تاب 2 هني نشوف إنه الاسم الخارجي لها العنف ضد الأطفال بالضغط عليها راح تفتح لي الصفحة تماماً الرئيسية راح أضغط على مثلاً السب تاب أقدر أضيف مثلاً فيديو من خلال هذه الصفحة أقدر أضيف فيديو مثلاً أيضاً إما إنه نكون نكون حافظين الرابط مثل ما قلنا ونسوي كوبي بست على طول أو نروح حق go to site نروح حق السايت نفسه أو من خلال هني نروح نفتح صفحة جديدة نضغط على جوجل مثلاً نروح يوتيوب أو المكان اللي إحنا نبي ناخذ منه الفيديو إذن خنجرب هذه النقطة go to site راح نكتب هني مثلاً يوتيوب راح تفتح لي صفحة اليوتيوب راح أكتب بالسيرج هني العنف مثلاً راح نكتب العنف ضد نحول الكيبارد ضد الأطفال مثلاً نختار الفيديو المناسب مثلاً نختار هذا الفيديو عندين راح ناخذ هذا أنا أهم شي عندي هذا الرابط راح أسوي copy paste نسخ أروح إلى البرنامج هني وأضغط أضغط لصق إذن صار عندي الرابط موجود هني إذا سويت insert راح ينزل الفيديو راح ينزل الفيديو اللي إحنا سوينا ال copy paste اللي كان من اليوتيوب أقدر هني أغير اسم التاب السبتاب مثلاً فيديو عم ضد الأطفال مثلاً الآن أنا عرفت شون أضيف الفيديو عندي هني سهم بالضغط على هذا السهم راح تطلع لي أدوات هني يقول لي add new subtabs إذا أنا أبي أضيف subtabs ثاني أو أسوي copy حق هذا التاب مثلاً أو paste tab copy tab to binder إذن أبي هذا التاب يكون موجود في البايندر clear subtabs delete إذا أنا ما عجبني أو سويت غلط في هذه الصفحة أقدر أحط delete أقدر أسوي move tabs إما أغير مكانها لليمين أو اليسار إذا كانت في مواضيع مترتبة الحين ما يختلف الموضوع لنا فيديو صورة فما يختلف أما إذا كان موضوع مترتب مثلاً نقاط نتائج أثار وأسباب وحلول فأنا أغير أغير الترتيب مثلاً من خلالها set tab color إذا ضغطت على set tab color أقدر أغير التاب هذا يكون لونه مختلف عن الكل أنا من ساعة بالsitting بالsitting غيرنا الألوان غيرنا اللون background واللون tab واللون sub tab صار لونه كله موحد باللون اللي إحنا اخترناه لكن أقدر أخلي sub tabs واحد لونه مميز لونه مختلف عن الباقي مثلاً راح أختار اللون أي لون مثلاً راح أضغط موافق نشوف هنا إنه اختلف نشوف هنا الفيديو ستغير لونها غير عن اللون الأساسي اللي إحنا اخترناه مثلاً برتقالي صار لون ثاني إذاً بالضغط على فيديو عم ضد الأطفال راح يتحلي الفيديو بهذه الصفحة أقدر أضيف عنوان مثلاً هنا contact مثلاً هنا text مثلاً ما شفنا هنا نقدر نختار قبل لا نضيف الفيديو أما نضيف الميديا مثلاً نضيف إذا كنا نبي نضيف بس الفيديو بروحة نختار هذه إذا كنا نبي فيديو عنوان بهذه ونختار الأشياء المناسبة مثلاً عندي هنا مثلاً أبي أشوف خل نختار new tab مثلاً راح أسمي new tab مثلاً أسباب أسباب العنف ضد الأطفال نضيف نضيف راح أروح هنا go to site نضيف نفتح صفحة ثانية راح أكتب مثلاً أسباب أسباب العنف ضد الأطفال مثلاً أنا بيألحين site مثلاً أخذها من موقع مشرط فيديو مشرط صورة احنا قلنا نقدر ناخد من كذا موقع صورة فيديو وكلام أو ملف احنا مسوينا من قبل فراح أختار هذا البرناء مثلاً راح أختار من الوقيبيديا موقع يتكلم فيها عن أسباب العنف إذا ننظر الصفحة تفتح لما تفتح لي هنا العنف ضد الأطفال اللي هو يتكلم مفهوم العنف ضد الأطفال وغيرها مثلاً الموضوع هذا مناسب إذن أبي أضيف حق المجلد عشان يكون الموضوع شامل نفس الطريقة نختار هنا نسوي نسخ نروح حق البرنامج نضغط هنا نسوي نسخ نزين ونحط insert بعد ما نضغط على insert نشوفوا هنا قاعد يتحمل نصبر عليه شوية راح تفتح لي الصفحة راح تصير الصفحة تتكلم عن العنف ضد الأطفال أول ما نضغط على tab مثلاً نضغط على هذه أسباب العنف ضد الأطفال نشوف أن تفتح لي هنا يفتح لي site يتكلم عن يتكلم عن الموضوع اللي احنا مختارينه مثلاً نلاحظ هنا أن المؤشر هذا حد الصفحة هنا لكن الموضوع موضوع أكبر من شديد راح نلاقي أنه في محرك سحب هنا نقدر نستخدمه مثلاً ينزل ويصعد لنهاية الموضوع بالضبط مثل صفحة الوكيبيديا أساساً يعني هي نفسها بالضبط وتكون موجودة هنا أيضاً نفس الطريقة نقدر نغير نقدر نغير أماكن tab وغيرها ونقدر نسوي copy نقدر نسوي paste نقدر نغير اللون مثلاً إذا احنا نبي نغير اللون نضغط نشوف هنا أن tab تغير أيضاً بروحها مو بس شرط أن tab تغير ألوانه أيضاً tab نفسه نقدر نغير لونه خلنجرب نسوي مثلاً move tab right مثلاً نضغط أيضاً move tab right نشوف أنه صار في اليمين صار في اليمين أو نضغط هنا مثلاً move tab إلى left move tab left بالضغط عليها كذا مرة إلى أن يصل إلى المكان نبي move tab left مثلاً صار عندي في اليمين أول شيء اسباب العنظة للأطفال مثلاً نزيل نحن عندي أنا new tab مثلاً أبي أضيف ضفنا احنا فيديو تعلمنا شون نضيف فيديو sub tabs هنا مثلاً أبي أضيف صورة مثلاً أروح go to site مثلاً google بضيف صورة من google مش شرط بس فيديو إذن أروح google مثلاً أبي أضيف صورة عرف ضبط للأطفال أختار الصورة اللي أنا أبيها مثلاً أفتحها عرض الصورة بصبحة رئيسية الرابط الأساسي ما لها ما ناخذ الرابط اللي موجود فيه كذا صورة نضغط هنا نسخ نضغط هنا نسخ نضغط هنا نسخ نروح حق البرنامج نضغط هنا copy paste نضغط insert راح أضيف عندي الصورة مثل ما إحنا شايفين هنا نقدر مثلاً نشوف هنا نقدر ننزل بصورة عشان نشوف الصورة بشكل كامل نضغط هنا هنا أنا مثلاً عندي tab 1 عندي التاب هذا ضفنا في subtab 2 أقدر بشكل أقدر أكثر فأول واحد ضفنا في فيديو عن العون الثاني ضفنا في صورة أقدر أغير أقدر أغير مثلاً العنوان نموذج مثلاً نموذج مين عن فطل مين؟